اشتركوا في القناة لغرب اسيا الاسكوا وممثلي مؤتمر الامم المتحدة لتجارة والتنمية الانكتاد والذي تنطلق نسخته الاولى على مستوى العالم العربي وغرب اسيا في مملكة البحرين وبهذه المناسبة التي حضرها عدد من اصحاب سعد الوزراء والمسؤولين ونخبة من المختصين في مجال حماية المستهلك على المستوى المحلي والخليجي والعربي والغرب اسيوي اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة ان مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قد عززت منظومتها التجارية والاقتصادية بحزمة من التشريعات الوطنية المتينة وما تمخض عنها من آليات واضحة اوجدت اسواق استهلاكية تتسم بالثقة والشفافية في تعاملاتها حتى غدت بيئة اقوى واكثر حماية للمستهلكين ولفت معاليه الى ان موضوع حماية المستهلك يعد شأنا عالميا وتشاركيا فالى جانب تحمل السلطات التنفيذية والتشريعية في دول المنطقة لمسؤوليتها في ايجاد الغطاء القانوني ومتابعة تنفيذه فان مؤسسات المجتمع المدني يقع على عاتقها كذلك دور في توعية وتثقيف جمهور المستهلكين من الافراد والقائمين على القطاع التجاري على حد سواء للتعريف بحقوق والتزامات الاطراف المتعاملة في العملية التجارية ولسيما مع اتساع نطاق التعامل فيها ليشمل التجارة الالكترونية ونوه معاليه في هذا الصدد بمبادرة وزارة الصناعة والتجارة في اطلاق هذا المنتدى بالتعاون والتنسيق مع اللجان الاممية ذات العلاقة تزامنا مع الاحتفال باليومين العربي والعالمي لحماية المستهلك بهدف زيادة الجهود الرامية لتحسين حوكمة منظومة حماية المستهلك في المنطقة العربية بما يتماشى واهداف التنمية المستدامة وتعزيز الممارسات التجارية والاستهلاكية المسؤولة مع الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية المتبعة وأعرب معاليه عن تمنياته للقائمين على المنتدى العربي الأول لحماية المستهلك التوفيق والنجاح في التوصل إلى توصيات عملية من شأنها أن تسهم في تطوير السياسات وترجمة تطلعات المستهلكين في المنطقة لتوفير مناخ تجاري مستدام من جانبه رفع سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لتفضل سموه بشمول هذا المنتدى برعايته الكريمة مثمنا لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء تشريفه وحضوره افتتاح أعمال المنتدى نيابة عن سموه وقال سعدته في كلمة ألقاها خلال افتتاح المنتدى إن استضافة هذا المنتدى على أرض مملكة البحرين يبرهن على مكانتها وريادتها الاقتصادية عبر تبني المبادرات الواعدة وترجمة الرؤى الطموحة لواقع ملبوس كان آخرها التوجيه الكريم من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لكل ما هو أفضل حاضرا ومستقبلا للوطن وكافة مواطنيه وتوجيه سموه للعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالبدء في صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050 وإطلاقها قبل نهاية هذا العام وذلك في إطار الحرص بأن تعكس الرؤية الطموحات وتطلعات المجتمع مع استكمال هذا العمل بإطلاق الرؤية قبل نهاية العام الجاري بعدها تفضل معالي نائب رئيس مجلس الوزراء بتكريم الجهات الداعمة والراعية للمنتدى وطبعا اليوم إحنا قاعدين نطلق أو ندشن منتدى حماية المستهلك العربي وهو الأول من نوعه على المستوى العربي والغرب آسيوي ورح يعني أنطلق من عاصمة المنامة عاصمة صديق المستهلك وإن شاء الله يعني خلال هذه المؤتمر رح يكون عندنا مجموعة من الحلقات النقاشية المتميزة والتي تتمحور يعني فيه عنوين جدا مهمة في مجال حماية المستهلك من أهم هذه المحاور تمكين المستهلكين توعية المستهلكين بالاستهلاك المستدام والذكي أيضا تفويض أو نقدر نقول النزاعات كيف نعلمهم أنهم يعالجون النزاعات ونوعيهم وجميع هذه المحاور هي بهدف الارتقاء بالمستهلك العربي في مجال حماية المستهلك الله نحن سعيدين اليوم في مملكة البحرين الشقيقة إن شاء الله نستفيد من تجارب الدولية في حماية المستهلك في المنتدى الأول خاصة المنتدى الأول لحماية المستهلك بحول الله وقوته نخرج إن شاء الله بتوصيات تخدم جميع بلداننا المشاركة بحول الله وقوته حاليا نحن في مملكة البحرين نقوم في مشاركة المنتدى العربي لحماية المستهلك وذلك من أجل أخذ التجارب للدول العربية والخليجية ونحن بدولة الكويت إن شاء الله رح نقدم عندنا ورقة عمل في مجال حماية المستهلك وخطة عمل لعام كامل رح إن شاء الله نقدمها خلال المنتدى وجودين في البحرين بلدنا الشقيق بنكتمع كخبراء في حماية المستهلك علشان نوحد مفهيم حماية المستهلك ونعمل على التبادل للخبرات ونأمل على نقل التجارب المختلفة للدول في مجال صون وحقوق المستهلكين على مستوى الوطن العربي